وحضراتكم اتكلمتوا كتير جداً في بعض المأكولات والمشروبات اللي بتعمل عملية تنشيط للدهن وتنشيط للذاكرة تخلي حتى الواحد مصحصح بعيداً عن المنبهات وحاجات تانية بتقولوا لأ بلاشة مش مستحسنة في الفترة بتاعت الامتحانات أو المزجر شكلها إيه؟ بص احنا بنبقى مقسمين الوقت لوقت الامتحان أو يوم الامتحان وبقية الأيام اللي احنا بنذكر فيها اللي هو الشهر اللي فضل لنا قبل الامتحان يوم الامتحان الصبح ده أنا بقول إن أنا رايح ماتش ماتش كورة واخد بيالك ماتش تانس ماتش المهم اللي أنا بقول للطلبة اللي أنت رحين ماتش أكيد وإنت في الماتش أو وإنت في الامتحان عايز ما يجي لكش كفاف عايز ما يجي لكش بود سكر مش عايز تداروخ جوة الامتحان وفي نفس الوقت يبقى عندك طاقة فتعالي نمسك حاجة حاجة من الربعة خلي بالك التوتر ممكن بيعمل حاجات كتير قوي اللي تلاقي بطن وجهته اللي تلاقيه مصدع كل ده نفسي صحيح ده التوتر الصحي وده لازم يبقى موجود ولازم الطالب نفسه يبقى عارف إن ده لو مش موجود يبقى أنت مذاكرتش كويس فعشان بقى نقل للتوتر ده نمرة واحد الجفاف المية مهمة جدا 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 والطلبة بيعني بيقللوا من أهمية المية والنوم أنت عند حضرتك أقل من 18 سنة مفوض ينام أكتر من 7 ساعات ونص مزي البالغ مفوض ينام من 8 ساعات لتسع ساعات المية بنحسب بقى هو هل مجهوده اليومي عالي هل وزنه والحجم بتاع جسمه عالي وأسهل أو أسهل حزبة اللي هو يقسم وزنه على 30 يعني اللي هو 60 كيلو على 30 فمفروض يشرب 2 لتر على مدار اليوم وفي نفس الوقت ناخد بالنا إن إحنا عشان ما يحصلناش جفاف ما ناكلش بقى الأغذية اللي فيها سكر وملح كتير وده اللي بيخدم الحاجة التانية اللي أنا عايزة يبقى عندي طاقة جواه فما ينفعش أبداً إن أنا أخد عصير محلة بالسكر العالي وقول آه أنا كده إيه عشان أفوق عشان السكر ده يديني طاقة أنت العصير العادي اللي هو المحلة ده فيه من 5 ل 6 معلق سكر يا خبر ربيض دول ياخدوا السكر الدم ويفقواه الدم وجوه اللي امتحنية إيه يهبط يهبط فتلاقي الطالب بعد نص ساعة ابتدى يدروخ وعايز يشرب مية وعايز يشرب عصير تاني في حين اللي أنا لو قدت له وجبة قبل الامتحن بـ 3 ساعات وجبة محترمة فيها عيش بلدي أبو رضة وبروتين ودهون خفيفة جداً كده هيخش الامتحن عنده طاقة مستمرة معاه 5 و 6 ساعات قدام يا سندويتش فول ممكن يزبطه جداً جداً ما ليه سندويتش الحلاوة اللي كان منتشر سندويتش الحلاوة دايماً في البيوت كان يقول لك سندويتش الحلاوة قبل الامتحن مش ليلة الامتحن يعني مش هيفتر الصبح سندويتش وهقول لك حكاية المشكلة اللي الطالبة بتوعنا بينزله الامتحن من غير ما يفتره خالص ما هو متوتر بقى مش قادر يأكل أساساً أنا عايزة فكهة بس صمرت فكهة يعني لو أنت مش هتفتر حاجة خالص ممكن حضرتك تاخد 3 بلاحات أو موزة أو تفاحة أو 2 خوخ خد لي فكهة قبل الامتحن بساعة عندك وقت واللي أنت ممكن تفتر قبل الامتحن بساعتين ثلاثة يبقى ناخد الوجبة متكاملة لو أنت حاسس اللي أنت قادر بالضبط بنتكلم بقى أنه إحنا كمان ما نديش حاجات مقلية ما ينفعش أخد طعمية بالزيت الجامد ما ينفعش أخد الشيبسي بتاع الصبح كل ده هياخد من الدورة الدموية وتروح بقى الدورة الدموية دي للجهاز الهضمي بدلا ما تروح لإيه للجهاز العصبي المعدة هي اللي تشتغل المعدة هي اللي تشتغل بالزبط يعني نبقى خير الأمور للوسط ناخد حاجات قليلة في الده وفيها بروتين وفيها سكر بس السكر ده يبقى جاي من العيش أو البطاطس اللي هو الحاجات اللي تدينا طاقة على مدة أطول وفي نفس الوقت نشرب ماي كويس إنما السكر المباشر ده لأ هيعلي السكر سكر المباشر